اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين الحلقة دي هنتكلم فيها عن اكتر اخطاء المبتدئين في قنوات اليوتيوب هنعرف ايه الاخطاء اللي بيتعرض لها المبتدئين واشهرها وازاي نتجنبها يعني ويهي تأثيرها على القناة لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونكمل بعد الفاصل اول اخطاء اللي بتقابلنا دايما بالنسبة المبتدئين اللي بيطلعوا على الشاشة ان دايما نظرهم مش بيبقى للكاميرا يعني الواحد بيتعود ان هو يحط الكاميرا قدامه وبيبدأ يبصلها علشان المستخدم لما ييجي يتفرج على الفيديو يحس ان اللي باصس ده باصس ليه هو وبيتكلم معاه لكن هنلاحظ ان الخطأ ده برضو موجود جدا عند المبتدئين وشائع ان اللي بيبص ناحية الكاميرا مش بيبص لها مصبوط يعني بيبص ناحية حاجة تانية شاشة العرض مثلا تحتها او الاسكريبت اللي هو مجهزه فبيبدأ يبان ان الكلام مش ليه طبعا شكل الفيديو بيبقى مش مناسب لان المستخدم بيحس ان ده في حتة والكلام في حتة وهو باصس في حتة وبالشكل ده بيبقى مش مؤثر قوي بالنسبة للمستخدم وغالبا يعني مش بتطلع من الفيديوهات دي لا باشتراك ولا بلايك ولا باي حاجة ولا هتقدر تكسب من خلالهم متابعين عشان كده انت تقدر تدرب نفسك ان انت تصور وبعد كده ترجع تتفرج على اللي انت عملته يعني حاول ما ترفعش الفيديو الا باحسن طريقة طلعت وباحسن شكل طلع يعني دي حاجة مش محتاج فيها اي تكلفة مجرد ان انت تتعب وتتدرب ان انت تطلع ازاي على الكاميرا وتدرب عينك تبص فين علشان تطلع بالشكل المزبوط علشان ما تطلعش انت بصص في حتة والمستخدم بيحس ان انت مش معاه اصلا نيجي بقى للخطأ التاني وده بقى يعتبر ايه الكنج بتاعنا لان ده ما فيش قناة بتاخله منه لازم تدخل اي قناة وكل القنوات هتلاقي فيها الخطأ ده الناس بتاعت الكومنتات ارجوك اشترك في قناتي طبعا دي عبارة عن مصيبة بس محدش فاهم اي حاجة يعني انت مسلا تسمع عن التعليق سبام اللي هو حد يدخل يقولك اه شوف الفيديو ده اه ادخل زور موقعي كل دي تنطبق تحت اه تعليقات سبام كذلك الناس اللي بتدخل تنادي على مشتركين يا جماعة اشتركوا في قناتي ومردودة يعني انت مسلا لو بتعمل غلطة وبتدار عليها معلش لكن انت بتعمل المصيبة وبتيجي تقول لجوجل كأنك بتشارع على نفسك انا هنا هو انا اللي بعمل كده اشترك في قناتي ومردودة طبعا الكلام ده غلط خالص لان دي اول حاجة تعليقات سبام ما يعني هيكون لها مردود مش كويس بالنسبة للقناة بتاعتك وكمان ليها خطائين مهمين جدا هتحسون في القناة بتاعتك الخطأ الاولاني ان زي ما قلنا ان دي تعتبر تعليقات سبام يعني تعليقات غير شرعية ودي هتتحاسب عليها برضو من جوجل يعني برضو مش هيعدي لك الحاجة دي يعني قناة اليوتيوب بتاعتك ان كان لها ترتيب معين كان لها رنك معين لها اصورتي معين كل ده هيتأثر بالتعليقات اللي انت بتعملها يعني ما تفكرش التعليقات اللي سبام دي عادية ان لو هو اشتركه في قناتي ومردودة طبعا الكلام ده مش صحيح خالص تاني حاجة ودي بقى ايه نحسبها كده مع بعض بالعقل انت ايه اللي هتكسبه لما انت تقعد تنادي انا عايز مشترك وتروح تردها في قناته انت كده استفدت ايه استفدت اني عدد مشترك زيت بس ايه تأثيره بعد كده مع انت ببساطة خالص ممكن المشترك ده يدخل يعمل سبسكرايب وبعد كده يطلع تاني انتهينا كأنه مجاش يا عمي هقولك نفترد مثلا ان هو هيكمل معاك وهيفضل مشترك هل تفتكر ان هو هيتابع فيديوهاتك هل هيتفرج هل هيدخل بعد كده ويتفاعل معاك ويعمل كومنت ويعمل اعجاب ولا هيسأل في اي حاجة من دي خالص يبقى انت بالتالي ما كسبتش حاجة خالص ده انت بالعكس خسران ان انت عملت تعليق اسبام وتاني حاجة خدت المشتركين ملهمش اي لازمة مجرد كمالة عدد مفاكر ان انت مجرد ما تكمل الشروط كده انتهينا طب وبعد ما تكمل الشروط هتلاقي حد بيشوف فيديوهاتك لما تحقق المكسب على نسبة المشاهدة يبقى انت كده كسبت ايه لما واحد عمل الاشتراك ومش بيشوف اي فيديو من بتوعك فبالتالي انت كده ما كسبتش اي حاجة فانت بتوهم نفسك بس ان انت اكتسبت مشتركين لكن هو في الاخر اي كلام لان انت مش تكسب اي حاجة لان ولا حد من المشتركين دي هيتابع لك اي حاجة ولا هيشوف لك اي حاجة وحتى ان شاف هيبقى بالصدفة ومش هتفاعل مع اي فيديو من اللي انت بتعمله فبالتالي موضوع التعليقات الاسبام ده غلط جدا يعني نحاول على قدر الامكان يعني مش نتجنبه مايجيش في بالك اصلا ان انت تعمل كده خليك وازبر على القناة بتاعتك واشتغل وهات المشتركين بطريقة طبيعية افضل بيامة من الطرق الغريبة دي ان انت تجيب بيها مشتركين او تجيب بيها مشاهدات او ايا كان الخطأ رقم تلاتة الانترو المقدمة بتاعت القناة بتاعتك دايما المبتدين بيفكروا ان هو لما يعمل شو في الاول ده كده بيكسب الناس وهتبقى قناة فظيعة وما حصلتش ده بالعكس ده انت بتزهق الناس من قبل ما تشوفك اصلا يعني حاول تتجنب الانترو او المقدمة الطويلة ما لهاش اي لازمة انت حاول تلم كده المقدمة بتاعتك فحاجة بسيطة جدا ما تزيدش بك كتير عن عشر ثواني هي العشر ثواني اخر حاجة كده وتبقى حاجة كويسة جدا لان انت بمجرد ما هتطول عن كده ما تفتكرش ان اللي قاعد ده مستني يشوف الانترو واو فظيعة خطيرة ما حصلتش بالعكس ده ممكن يشوف الانترو كده امكابس قفل الفيديو خالص وقفلك وانتهينا ولا حتى يعني استنى لحد ما يشوف المحتوى بتاعك فهو ايه يعني زي ما بنقول في الحتة دي الجواب بيبان من عنوانه فخليك انت يعني انجز شوية في الانترو بتاعتك وبعدين خلي الانترو بعد المقدمة اللي انت بتعملها يعني مثلا زي ما بنتلع في فيديو بنقول الحلقة دي هنتكلم فيه عن كذا 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 وبعد كده بتنزل الانترو علشان حتى المشتخدم يبقى عارف هو هيلاقي ايه في الحلقة دي لكن هو ما يفضلش مستنى الانترو بتاعتك اللي هي تلاتين ثانية ولا اربعين ثانية ويفضل قاعد قدامها كده وفي الاخر مش عارف هو هيلاقي ايه للمحتوى اللي هو عايزه ولا هيعجبه ولا مش هيعجبه هيقفل من قبل حتى ما يشوف اي حاجة وبكده انت ضيعت الفرص عليك ان انت تجيب مستخدمين ومتابعين جدد بسبب الطريقة دي الانترو هاته الطويلة بتزهه المستخدم ولا هيشوفك ولا هيعمل اي حاجة تانية وحتى لو ممكن لو لقاك بالصدفة يشيلك برضو من قدامه فخلي بالك من النقطة دي رابع نقطة دي مهمة جدا تركز بقى معي شوية كده الناس اللي بتاخدها الحماس في الاول اللي هم برضو المبتدئين حبيبنا بيعملوا ايه يمسك الاول القناة بتاعته يقوم فرم فيديوهات يععد فيديو والتاني والتالت والرابع يععد يعمل فيديوهات ومطلع مجهود في الشغل يجي بعد وقت كده تلاقي الحماس ده تضاء ايه اللي واحدة وواحدة فتلاقي يعمل ايه? تلاقي مثلا خلاص ان هو مثلا عمل في اسبوع ا 20 فيديو و الاسبوع اللي بعده خلاص انتهينا ا اشوفك بعد 3 اربع اسبع تاني فطبعا دي مكسيبة دي مصيبة انا عندي ان انت اتقسم العشرين فيديو اللي انت هتعملهم دل ولا لعشر فيديوهات دول على الاسابيع احسن من ان انت تعمل فيديوهات ادى كده في اسبوع واسبوع اللي بعده ما تعملش ايه فيديوهات خالص لان ده غلط جدا لازم تبقى عارف وانت بترفع الفيديوهات بتاعتك وبتنشرها ان في حاجة اسمها خوارزميات جوجل دي بتتابع كل القنوات وبتحلل كل الفيديوهات اللي انت بترفعها بتعرف انت بترفع ايام ايه وفي موعيد ايه ولو مسلا انت خلفت عن معاية بتعوضه ببعاد تاني ولا لا وهل انت منتظم على الرفع ولا لا يعني عايز اقولي الاستمرارية الاستمرارية دي مهمة جدا علشان الاسورة بتاعها القناة يعني تبدأ تاخد ترتيب احسن يبدأ ان هو يطلعك في الفيديوهات المقترحة يبدأ ان هو يرشحك على كلمات معينة ولو مش قوية لكن يبدأ يبان شوية الفيديوهات بتاعتك وبتبدأ يبقى في حركة عندك في القناة فبالتالي الاستمرارية مهمة جدا ووازب على فيديو او اتنين في الاسبوع احسن ما تعمل ما هي في اسبوع وتوعد عليهم شهرين تلاتة الكلام ده غلط خلص لانت جده هتشوف نجاح من يوتيوب ولا هتشوف تقدم فيه ابدا فانت واظب على كده اعمل يا عم فيديوهين في اليوم آسف اعمل فيديوهين في الاسبوع فيديوهين بس بس خليك مواظب على يوم كل اسبوع معروف ان انت هتعمل فيديوهين اعملهم بدون اي مشكلة اعملهم كده بمزاجك وزي ما يطلعوا بس واظب على فيديوهين في الاسبوع على الاقل نيجي يا اخواننا البعد كده الخطأ اللي بعد كده اللي هو السوت السوت دايما بيعمل مشاكل كبيرة في قنوات المبتدئين احنا مش محتاجين اكتر من مايك تحت قدامك وتتكلم فيه والصوت يبقى واضح احنا مش عاملين اكتر من كده اذا انا بكلمك مايك قدامي الصوت واضح مش لازم بقى ايه مثلا اه تطلع وجنبك صوت عربيات وصوت كلاكسات وحد بينادف الشارع مش عارف ايه كل الكلام ده مش هينفع يعني ما ينفعش الصوتك يبقى فيه درشة حواليه على قدر الامكان طبعا كلنا رصب عننا ما اختلفناش لكن انت على قدر الامكان حتى اختار الوقت اللي هتسجل فيه يعني حتى دي في ايدك دي بسيطة دي اختار الوقت اللي تسجل فيه وطبعا احنا في النصائح بتاع المبتدئين قلنا مش اي وقت يتسجل فيه ويرجع للفيديو عشان تعفق التفاصيل بتاع الموضوع ده لكن انت بالنسبة للصوت الصوت هيطلع واضح باي مايك بسيط تحط قدامك وتبدأ تتكلم فيه ما فيش اي مشكلة مش محتاج صدقوني اي ادوات تانية خالص مش محتاج اي ادوات خالص بمعنى الكلمة هو مايك كويس تحط قدامك وتبدأ تتكلم وهو هيطلع الصوت زي الفل لكن ابعت عن مصادر الدوشة مش اكتر سواء بقى من الشارع سواء من البيت نفسه اختار الوقت المناسب عشان تسجل فيه وصوتك يبقى واضح علشان اللي بيتفرج عليك ده يطلع منك بمعلومة ويفهم حاجة عشان يرجع لك تاني بس دي ابسط حاجة يعني نرجي الاخر خطأ شائع عندنا بالنسبة للمبتدئين وهو العنوين ايه بقى موضوع العنوين ده موضوع العنوين ده مهم شوية برضو نركز فيه مع بعض فيه ناس بتستخدم عنوين غلط بمعنى ايه عنوين غلط دي هنقسمها لحاجتين اول حاجة من العنوين الغلط اللي هي ايه ان انت مسلا بتتكلم وليكن مسلا عند العربيات انت بتعمل حلقات عن العربيات ومجاة العربيات والكلام ده كله وحاطت لقيت الترين ده مسلا بيتكلم عن الموبايلات امتح حاطت عنوان اه تدعا لشوف احدث موبايل ودخل عندك لقى الفيديو عن العربية كده الكلام موضح يعني انا عايز اقول ليه من الاخر ان العنوان حاجة والمحتوى حاجة تانية دي مصيبة العنوان حاجة والمحتوى حاجة تانية كل واحد علشان ياخد التريند وعلشان يلاقي مشاهدات اعلى ولاقي فرصة ان هو يظهر اسرع بيعمل كده وطبعا دي مصيبة عن مستوى البعيد حتى لو جبت منها مشاهدات في الاول لكن اي كلام كل ده عالفادي ليه بقى ببساطة اول حاجة ان انت اللي بيدخل عندك على عنوان مسلا انا داخل عايز اشوف مراجعة موبايل معين وانت حطت العنوان انت هتراجع موبايل دخلت لقيت بيتكلم عن عربيات طبعا هعمل ايه تلقائي اول حاجة كده هعملها بدون تفكير ان انا هقفل القناة دي ويمكن احفظ اسمها علشان مدخلهاش تاني ده اين محطتش تقييم سلبي كمان علشان الناس اللي يدخل يشوف مسلا الفيديو ده يقول عليك مسلا اه ده حطت ده كداب ده نصات ده حطت محتوى مخالف مش هو اللي موجود في العنوان وكل الكلام ده يبقى بالتالي انت كده خسرت عشان تكسب عشان تكسب مشاهدة واحدة اللي هي على الفيديو ده يعني اهو دخل وانت هتخسر هتخسر كده مشترك محتمل ان هو ممكن لو دخل على عنوان مظبوط وعلى محتوى مظبوط اللي هو عايزه انت ممكن يعجبه الفيديو ويعمل اشتراك يبقى انت مخسرتش حاجة انت ده هدفك من البداية علشان عامل قناة اليوتيوب ان انت عايز متابعين وعايز مشتركين وربنا يكرمك بعد كده وتحقق ارباح فبالتالي انت كده بتخسرهم يعني انت كده بتعمل العكس عشان خاطر ايه مشاهدة واحدة او فيديو عايزه يجيب مشاهدة معك ضيعت الباقي كله ضيعت كل شغلك يعني كل اللي بيتابعك او كل اللي هيدخل وهيلاقيك حطت محتوى وبتجدب والعنوان باقي ان هو غلط مسلا ويدخل ان ما سابش تعليق سلبي مش هيعدت بقناتك تاني هيشوف كده العنوان عارف ان انت بتحط اي كلام فانت كده خسرت خسارة كبيرة يعني يعني انت كل اللي بنعمله ده وكل اللي بنقوله انت كده يعتبر في الخطوة دي عملت عكسه وكمان حتة ان انت تشوف الفيديو وتقفله على طول دي دي بيعلي حاجة اسمها معدل الارتداد معدل الارتداد ده ببساطة يعني ايه زي ما قلنا انا بدخل الفيديو بلاقيه غير العنوان اللي مكتوب فبعمل ايه بقفله على طول من اول ثواني بقفله على طول انا لقيت حاجة انا مش عايزها بقفل تخيل بقى انت كم مرة هيحصل الموضوع ده كل ما هيحصل اكتر كل ما كانت المشكلة اكبر ان معدل الارتداد في القناة بيبدأ يزيد يزيد ان كل اللي بيدخل عندك هنا يوتيوب هيبدأ يفهم ايه ان انت حاطت حاجة ملهاش ايمة حاطت حاجة مخالفة فهيبدأ يخفيها خالص يعني منها اللي هتكسب مشاهدات ولا حتى هتكسب مشتركين ولا كل اللي قلنا عليه يعني حتى لو هدف في الاساس ان انت تاخد مشاهدات من الفيديو ده مش هتيحصل لان انت زي ما قلنا معدل اللي بيزيد بتاع الفيديو ان كل اللي بيدخل بيقفل كل اللي بيدخل بيقفل بالتالي يوتيوب هيشيله من المقترح اصلا يعني حتى مش هيطلعه لك قدام زي ما كان علشان يظهر للناس لا هيخفيه خالص يبقى انت لكسبت لا من هنا ولا من هنا ده كمان اه لو حد عمل ريبورت على الفيديو ده هيتحزف ببساطة خالص يعني ان انت حطت محتوى وحطت عنوان حاجة تانية خالص نيجي لتاني نوع من العنوين زي ما قلنا موضوع العنوين ده هنقسمه نقطتين نقطة خلصناها النقطة التانية بقى اللي هي العنوين اللي مش بتراعي قواعد سي يو عمالين نشرح ونقول من اول انشاء المواقع وانشاء قنوات اليوتيوب في حاجة اسمها سي يو اس اي او لازم تعمل سي يو في القناة او في المدونة او في الموقع فاي حاجة لازم تعمل سي يو ما انفعش تدخل تكتب عنوان للفيديو بتاعك يكون اي كلام ما يكونش مسلا بيراح كواعدة سي يو بمعنى ايه لو انا مسلا آآ بعمل فيديو مسلا عن الدومين حلقة بعمل عن الدومين آآ بشرح فيها حجز الدومين آآ فهاجي اكتب ايه كيفية حجز الدومين انا هكتب بالطريقة دي كيفية حجز الدومين ممكن يجي واحد تاني آآ يكتب آآ ازاي آآ ازاي تجيب دومين يبان كده من المعنى اللي اتنين دول زي بعض لكن هو مش كده خالص قواعد السي يو بتراعي ان فيه كلمات مفتاحية معينة هي اللي بتقدر من خلالها تجيب المستخدم طبعا انا مش هشرح سي يو بالتفصيل ولا كلمات مفتاحية ليهم حلقات شوفها بالتفصيل هتفهم منها كل حاجة لكن عايز اقول ايه من الاخر روح ببساطة الناس المبتدئين تعرف اي معلومة عن السي يو علشان وهي بتكتب العنوين تكتبها مظبوط وما يضيعوش مجهودهم في العنوين اللي بيكتبوها مش اي كلام هتكتبه وهو ده العنوان غلط خالص ما انت لما تكتب ازاي تجيب سي يو ازاي تجيب اسف ازاي تجيب دومين مفيش حد بيبحث بيكتب كده بالتالي انت مش هتظهر لحد ابدا طب انت ازاي تجيب الكلمات المفتاحية المظبوط علشان تحطها على الفيديو بتاعك يعني كيفية حجز دومين شرح شراء الدومين كل الكلام ده طب انا جيب منين الكلمات دي ارجع للحلقات بتاعت السي يو هتفهم كل حاجة هتلاقي الكلمات المفتاحية بانواعها وازاي تجيبها بادوات مجانية مش هتكلفك اي حاجة يعني الموضوع محتاج منك بس ان انت تشتغل وتدور اول حاجة تشوف الفيديوهات تفهمها وتطبق ولو عندك اي سؤال سبهونا في التعليقات سواء في القناة او في الموقع وركزوا معانا شوية عايزين الناس كده ايه تشد حلقة في قنواتها وربنا يكرمهم يارب تكونوا استفادتم من الحلقة دي ونشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة